بسم الله الرحمن الرحيم الفلام يمرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بعيد عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخر الشمس والقمر كلهم يجعلين لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل المهار إن في ذلك الآيات لقرم يتفكرون وفي الأرض طعم تجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزر ونخيل سنوان وغير سنوان وغير سنوان نسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترعبا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على أهمهم وإن ربك لشديد عقاب ويقول الذين كفروا لولا أنذر علي آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء أن ينبه بمقدار عالم العيب والشهادة الكبير المتعام سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون يوال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم مجابلون في الله وهم مجابلون في الله وهو شريف المحام له دعوة الحق والذين يجعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقرها وظلالهم بالعذو والآصال قل من رب السماوات والأرض كلباه قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرع قل هل يستوي الأعمى والبخير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أغذية بقدرها فسالت أغذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقفون عليه كما لبتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النات فينكف في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفت ذوبه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقلون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوفل أن يوفل ويختون ربهم ويخافون كوء الحساب والذين صبروا اغفراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فرعا وعلانية وعلانية ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم رقب الدار جنات عين يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوفل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه كل إن الله يبل من يشاء ويهدي إليه من أماب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسل ماب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابر ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدا مات جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيرهم بما طلعوا قارعة قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلص المعال ولقد استهدئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم ثم أخلتهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائم على كل نفس لما كسبت وجعلوا لله شركاء أكل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم براهر من القول بل جين للذين كفروا بكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشقا وما لهم من الله من واقا أثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أخلها دائم وغلها تلك عقب الذين اتفقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما أبع وكذلك أنزلناه ثقما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقا ولقد أغسلنا رسلا من قبلك واجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأشي بآية إلا بإذن الله لكل أجل من كتاب يمص الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أضرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سيئ الحساب وقد مكر الذين من طبره فلله المكر جميعا يعلم ما تكسو كل نفس وفيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لس مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اشتركوا في القناة